شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في قصر بالرياض ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بولغاريا توقيع اتفاقيتين بين حكومتين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولغاريا فقد تم توقيع اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي والثروة السماكية والحيوانية وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ومن الجانب البولغاري وزير الزراعة والأغذية والغابات كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي وقعها من الجانب السعودي مع علي وزير المالية أستاذ محمد الجدعان ومن الجانب البولغاري نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية حضر توقيع اتفاقيتين صاحب سمو الملاكين أمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب سمو الملاكين أمير الدكتور منصور بن بتعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملاكين أمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الدول الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير وصفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مستشار بن عبدالرحمن الغاصب كما حضرها من الجانب البلغاري أعضاء الوافد البلغارية